أنا آسف جداً مرة تانية بقول لحضراتكم الاختيار عشوائي بطبيعة الأمر اللي جاب سيرة الصعيد يتقدم أرجوكم يتقدم تفضل تفضل يا فن حضراتك لابش جاكت تفضل بسم الله الرحمن الرحيم طبعاً طبعاً احنا بنطمن سيادة رئيس وبنقول له والله العظيم يا رئيس السعيدة كلهم وراك وما تخافش من أي حاجة وإحنا كلنا بنحب مصر حب جديد جداً بس كان لنا طلب بالنسبة لسيادة وزير الشباب كل من روح نجدم في وزارة الشباب أنا عندي 35 سنة وفي كتير من الموجودين عندهم 35 سنة أنا بس عديت 35 سنة وشهر وفي ناس كتير اتحرمت من وجودها في وسط كل الناس الموجودة عشان عديد أزة من 35 سنة عايزين نمد فترة الشباب وده قرارك يا سيادة رئيس لحد أربعين سنة عشان كتير من الشباب يشار شكراً لما عليك شكراً لحضرتك شكراً لحضرتك شكراً جداً شكراً جداً طيب الجانب ده الجانب تفضل يا فندم تفضل حضرتك أيو أيو حضرتك حضرتك لابس جاكت بيج تفضل تحت أمرك تحت أمرك بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الشيخ رئيس برلمان شباب الجماعات المصرية كلية طب جمع الشرق قدام حضرتك 30 ثانية أظن أن فيه مجهود كبير بيبذل ما حادش نكره لكن اللي احنا محتاجينه بجد أننا ما نشتغلش في جزر منعزلة أعتقد أننا محتاجين نقعد على ترابيزة واحدة نشوف عاوزين نطلع شباب إنسان في كل مجال قادر على أنه ينافس حتى على المستوى العالمي إحنا متأخرين كتير فما ينفعش نبص أننا حضرتك عندك سؤال أنا بطالب أننا نشتغل في حلقة متكاملة الكل يقعد وزارة تعليم وزارة تربية وتعليم وتعليم عائل وشباب وكل المجالات نقعد علشان نحط برنامج ورؤية موحدة لتخريج شباب خادر فعلا أنه ينافس عندي طريقين لازم أنبارل الأمش فيهم النشئ اللي هو لسه طالع والشباب اللي فيها بتاعتنا اللي هو فاتوا كتير يبقى فيه برنامجي الاتنين برنامج نمشى عليهم عشان نحدد الهدف المطلوب طيب الأستاذ حسن من أصحاب البصائر صاحب البصيرة صديقي الميكروفون يوصلوا من فضلكم حاضر يا فنان حاضر دكتور محمد أنا بس هستأذن سيادة الرئيس أنه يمديلي دقيقة على 30 ثانية أرجوك 30 ثانية بس إحنا ملتزمين هو بداية بس يا فندم أنا عايز أقول أن بشكر السيد معالي وزير الداخلية على أن يوم 15 عشرة افتكروا الأشخاص والعاقة البصرية ومنحهم في أعطى تعليمات لكل مدريات الأمن أن كل أصحاب العاقة البصرية من يريد استخراج أو تجديد جواز صفر أو شهادة بطاقة الرقم القومي منحهم بالمجان لمدة أسبوع فأنا أوجده الأولا الشكر على اللفتة الكريمة دي حاجة تانية يا رئيس أنا عايز أقول لحضرتك أن إحنا مش قلنين على مصر لأن مصر ذكرت في القرآن قال عليها المولى سبحانه وتعالى شكرا جزيلا يا عزيز لا أنا بس سؤال واحد السؤال الأخير سؤال يا فندم دلوقتي حضرتك باللاحظ أن السادة المحافظين لما بيكونوا موجودين في كل محافظة بيتم تواجدهم في المحافظة ما بيعتمدوش على الشباب اللي من المحافظة نتمنى يبقى فيه لقاء مع كل محافظ زي ما عملنا كده بالزبط بزورة أصغر في كل محافظة علشان على الأقل يقدر يعرف أهل البلد نفسهم محتاجين شكرا جدا لحضرتك حضرتك حضرتك رفعت إيدك حضرتك أنا أنا أصلي لما حد من الصف الأول يرفع إيده بيبقى عندي علامة استفهام يعني الصف الأول ده مفروض يوجه إليه الكلام حضرتك عايزة تسألي إيه تفضلي تفضلي حضرتك رفعت إيدك في الصف الأول المايكروفون لو سمحتو دي دكتورة غادة طبعا 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 ميكروفون للدكتورة أنا بس كنت عاوز أقول تفضلي هانم تفضلي كنت عاوز أقول للشباب بسيادة النايب مصطفى جندي ومحمد إنه إحنا البرنامج الذي ذكره وزير الشباب خلصنا تدريب 29 ألف في 1200 ورشة لكن إحنا لسه عندنا 11 ألف سيتم تدريبهم فمن الشباب الموجودين هنا أي حد مهتم ده تدريب على التقدم للمحليات على ما قاله المهندس مروان اللي هو تحديد مشكلة المجتمع المحلي ووضع تصميم لمشروع والمحافظين بيحضروه فهو بيتيح فرصة المحافظ بيبقى موجود بشكل شهري إنه بيبقى فيه تصليم وتحديد لمشكلة في المجتمع المحافظة ده مركزي في القاهرة بس لا يا فندم إحنا بنشتغلش مركزين خالص إحنا بنشتغل في الثلاثين محافظة فإحنا عندنا لسه مكان لـ 11 ألف شاب في الـ 27 محافظة لـ 11 ألف شاب تقدموا للمدريات الورش شغالة 1200 ورشة خلصوا ولسه عندنا 5000 مناسبة بنعملها تجمعات في القارة فأرجوكوا تقدموا لمدريات التضامن ولمدريات الشباب في تقدم إلكتروني موجود أونلاين وموجود يروحه المدرية فـ 11 ألف مكان متاحي سيادة محافظة مش بس بي أل بي شكرا أنا شاكر جدا لحضرتك سيادة محافظة الإسكندرية يود أن يعلق بسم الله الرحمن الرحيم ولن أنا بشكر فخامة الرئيس على أنه أتاح للمحافظين أن يشاركوا في هذا اللقاء وده أول مشاركة لنا فدي كتبادرة أنه خلق ملحمة وطنية تبدأ من اليوم بأن المحافظين يبقى لهم دور في هذا المؤتمر الوطني ويبقى موجودين حاجة تانية أحنا بنشارك مع وزارة الشباب والرياضة في منتدى الحوار الوطني كان لنا تجارب في دعوة برلمان الطلاقة لحضور جلسات المجلس التنفيذي بشاركه معنا أنا شخصيا حقوقي ولكن درست العلوم السياسية لأنها هي العلم المطلوب دلوقتي أحنا بدعوا كل الشباب وكنت عايز أو ناشد سيادة الرئيس أن احنا نطلع بقى الشباب الموجود في المحافظات يجينا يبقى شهريا يبقى متواجد معنا عشان احنا محتاجين ننزل للناس تحت صحيح الناس تحس باللي تم في هذا طوال العام الماضي الناس اللي مش حاسة الدولة ماشية زي الشباب ده اكتسب خبرات خد عنده دراسات كويسة عايزين الدراسات كلها اللي تم استعراضها خلال هذا الحوار تجدنا المحافظات مع الشباب ونقعد معاهم هنستفيد كتير جدا أفهم كده باب ساعدتك مفتوح مصر بقوة شباب مش حاوله أكتر بقى كتير انا عايز أطلب من حضراتكم طلب أرجوكم إن شئتم أن يستمر هذا اللقاء الودود اللطيف في حضرة السيد رئيس الجمهورية كل واحد يقعد مكان وجودكم في الطرقات يؤدي إلى سرعة انصراف السيد رئيس الجمهورية أظن ده مش من المصلحات ده كلنا أرجوكم أرجوكم ما حدش في الطرقات غير الناس اللي شغلوهم يقفوا في الطرقات لو سمحتوا طيب لا أنا 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 هطلب من حضراتكم حاجة بصوا بصوا إحنا نسمع صديقنا اللي لابس الزي البدوي المصري الأصيل اللي هناك ده والله اتفضل إفنة اتفضل بس ممكن من أخدش حد واحد السلام عليكم وعليكم السلام باسم شباب جنوب سيناء من شرقها لقربها أحيي الجميع وأحيي القائد رئيس الجمهورية بالوادي المقدس اخلعنا عليك أنك بالوادي المقدس طوى متسع صغير عشان باسم شباب جنوب سيناء عايزاون شوف حضرتك شوف حضرتك كل الناس بياخدوا نص دقيقة انت خد دقيقة سيسلم شكرا شكرا يا فندم شكرا أنا جاي من منطقة سيادة الرئيس سيادة الرئيس أنا جاي من منطقة تبعد عن مدينة سانت كاترين حوالي 15 كيلو منطقة جبلية ووصلت لحد المدينة ووصلت النهاردة لحدها وأشكر الفرصة التي جعلتني أقف على هذا المنبر عايزا طمّن سيادتك جميع فئات الشعب جميع طياف الشعب حتى بدو الصحراء مشاركين النهاردة في الحوار الموجود النهاردة باسمه الشباب سيادة الرئيس سؤالي للدكتور محمود الفئي أنا أعطي حضرتك توص الدكتور مصطفى الفئي مصطفى الفئي عفوا عفوا سؤالي للدكتور مصطفى اتعلمت أن الدموقراطية هي أو الحرية هي الدموقراطية هي الكم الذي يعطيها الفرد لوطنه وتعلمت أن الحرية أعمل ما شئت ما لم تضر في نفع الوطن فأين هذه الكلمات من المناهج التعليمية بجمهورية مصر العربية سواني يا فندم سواني يا فندم جلوب سينا أنا آسف جدا 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 حضرتك ممكن في جلسة أخرى أرجوك اسمحولي جميعا جميعا سننصت إلى إجابة الدكتور مصطفى الفئي ثم من مصلحتنا كمواطنين مصريين أن نعتق السيد رئيس الجمهورية عشان عنده شغل وأبلغت الآن أنه لديه التزام فننصت إلى إجابة الدكتور مصطفى الفئي ثم نودع السيد رئيس الجمهورية أرجوكم لأن هناك التزامات أنتم تعرفون أنتم تعرفون فضل طبعا خضية التعليم كما تفضلت قضية حاكمة في توضيح المفاهيم اللي أنت وقت عليها الحرية والديمقراطية مصر بتعطي للتعليم أهمية كبيرة في هذه المرحلة وكل الدول اللي عملت حاجة مهمة بدأت بالتعليم أنا متذكر بعد صورة 25 يناير ظاهران السفيري البريطاني في مكتبي في وسط المدينة وقال لي ماذا يمكن أن نقدم لمصر فقلت له إدوكيشن 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 فأنا معاك وأظن السيد الرئيس بيولي هذا الموضوع ولكنه يحتاج طبعا إلى فترة زمنية طويلة إلى إمكانات مادية هائلة حتى يحدث تطور حقيقي كمي في عدد مدارس ومدارسين وفصول فقط القضية أوسع وأكبر من هذا وكل الدول الصين الهند ماليزيا قامت كل حركة النهضة فيها على النهوض بالتعليم ونهر قال عبارة تاريخية نحن دولة فخيرة فلا بدنا أن ننفق كثيرا على التعليم التعليم هو المفتاح أنا عايز أقول لحضراتكم أنه الشكر واجب شكر واجب لشباب مصر النبلاء أصحاب العقول النابهة والقلوب المتشبثة بوطنها تشبث الطفل بأمه والله حتى لو كانت المظاهر خداعة لكن في الصلب حب في صلب العلاقة بين السواد الأعظم من شباب هذا الوطن وبين الوطن حب عميق والله زي ما قال صلاح جهين بحبها وهي ملكة دنيا شرق وغرب وبحبها وهي مرمية جريحة حرب الله يرحمه سيادة الرئيس شاكر جدا شاكر جدا نورتنا وشرفتنا وقتك تمين فها نحن نودعك يا سيدي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة